السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل متابعين قناة اكلنا بالمصري انا هويدة محمود ان شاء الله النهاردة هعمل غدا سريع جدا دايما بنحتار نعمل غدا ايه فلو عندنا شوية كده كويسين من اللحمة هنعمل طريقة سهلة اوي اوي من تاخدش وقت خالص في التحضير واهم حاجة ان طعمها جميل جدا طريقة اللحمة المشاء وحا ما فاش اي اضافات خالص والنتيجة ان شاء الله تعجبكم جدا يلا بنا علشان نشوف عمالنا غدا النهاردة ازاي ونقول بسم الله في البداية بقطع اللحمة لمكعبات بس تكون حجمها صغير شوية يعني في وصفة النهاردة اللحمة انا ما بحتاجش ان هي تكون بحجم كبير لان الوصفة دي من مميزاتها يعني ان هي بتتكل بالعيش فضروري ان حتة بتاعت اللحمة تكون صغيرة يعني بالشكل ده كده وممكن كمان اصغر من كده بخلص الكمية بتاعت اللحمة بقطعها كلها بالشكل الصغير ده وبعد كده انا بخسلها يعني مجرد بس بنزل عليها كمية بسيطة كده من المية وبصفيها كويس قوي وبكده اللحمة جاهزة على التسوية على طول بحط حلة كبيرة على النار هستعمل معلقتين من السمن البلدي ومعاهم حوالي 3 او 4 معالق من الزيت الكمية بتاعت المادة الدهنية هنا انا بحطها حسب اللحمة نفسها يعني اللحمة لو ملبسة كده وفيها كمية كويسة من الدهن هستعمل كمية بسيطة قوي من السمن والزيت لو اللحمة حمر وما فيهاش كمية كبيرة من الدهن علشان اللحمة طبعا مع السمن والزيت بتعمل ترتاشة كده بسيطها على النار لحد ما تنزل المية بتاعتها وتغلي بالشكل ده بغطيها تاني لحد المية ما تنشف خالص وتبقى بالشكل ده اللحمة هنا خلاص المية نشفت وبدأت ان هي تاخد تحميرة من تحت هنلاحظ كده ان ما فيش اي سوايا خالص والمادة الدهنية بس هي اللي في الحلة واللحمة كمان اخدت لون دهبي كده فبفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون ده من كل جنب لو احنا حبين ان اللحمة تكون بلون فاتح بكتفي بالمقدار ده يعني بقلبها كده تقلبتين تلاتة في السمنة لحد ما بتبقى باللون الدهبي الفاتح ده وبعد كده بضف لها كمية من المية السخنة لكن انا بحبها تبقى واخدى لون غامق شوية فبفضل اشوحها في السمنة لحد ما تاخد تحميرة تكون قوية او يعني تكون واخدى تحميرة بلون غامق من كل ناحية زي ما احنا شايفين كده طبعا الحلة بيبقى التشويح او التحمير بتاع اللحمة بيبقى عامل اثر في الحلة الاصر ده مكان السمنة واللحمة اول ما بنزل المية هو ده اللي بيعمل الصوص اللي بيبقى لونه بني كده مع اللحمة بحط كده في الاخر رشة بسيطة من الفلفل الاسود وبعد كده هقلب اللحمة برضو تقلبتين تلاتة هي كده وصلت للون اللي انا عايزاه اخدت كده تشويحها حلوة قوي هنزل مقدار المية السخنة لكن مش هنحط كمية مية كتيرة ده لون اللحمة اللي انا عايزاه كده مش هسيبها اكتر من كده بقى لشان طبعا ممكن انها تتحرق لو سبناها اكتر من كده فحط مقدار مية دوبك كده يكون مغطي اللحمة حاجة بسيطة وممكن كمان اقل من مستوى اللحمة هغطيها وبسيبها يعني تغلي كده في الاول على نار عالية لمدة خمس دقايق بعد كده بخلي النار متوسطة وهسيب اللحمة لحد المية دي ما تقل خالص نيجي بقى للسلطة اللي انا هعملها مع اللحمة انا هستعمل البتنجان الرومي وهعمل صلطة بابا غنج في حالتين نقدر ان احنا نسوي فيهم البتنجان الرومي اما ان احنا نحطه على نار البتجاز على طول او نسويه على صنية فانا قررت ان انا هسويه على النار المباشرة وده لو احنا بنحب البتنجان يبقى طعمه مدخن شوية فحطيت الشبكة وهحط البتنجان بالشكل ده وبخلي النار هدي على ما البتنجان طبعا الجنب اللي انا حطيته عليه يستوي شوية هقشر البتاطس وهقطعها وطبعا اللحم اللي مشوحها او اللحم اللي بالبصل لو احنا مش عايزين نعمل اصناف كتيرة ومحترين طبعا هنعمل ايه فالطبق الاساسي هو البتاطس المحمرة جنب اي حاجة يعني من الحاجات اللي ما احنا بنستغناش عنها خالص طبعا ودايما الولاد في البيت بطلبوها فكده انا جهزت خلاص كمية البتاطس اللي انا هستعملها اه هقطحها بالشكل ده وهخسلها كويس وبعد كده هحط لها معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الخل وهسيب البطاطس شوية صغيرين كده في المية لحد ما اجي احمرة هروح بقى تاني للبتنجان وانا هنقله على الناحية التانية طبعا انا بقلبه من وقت للتاني انا بخليها النار هادية مش بخليها النار عالية خالص علشان مايتحرقش ويعمل ريحة شياط وهشوف اللحمة طبعا المية هنا قلت بنسبة كبيرة ده لون اللصاص اللي انا قلت عليه وبياخد اللون ده طبعا من التشويحة الجامدة اللي احنا عملناها فانا هسيب المية تقل شوية كمان النار هنا خلاص انا خلتها متوسطة يعني ما بسيبش النار عالية خالص واللحمة بتستوي كويس قوي على نار هادية مش على نار عالية غطيتها شوية كمان هنا كده هشوف اللحمة لو هي استوت خلاص يبقى انا كده بكتفي وبسيب شوية صغيرين من الرصاص تحت لكن لقيتها لسه عايزة شوية صغيرين تاني من السوا فحطت لها تقريبا كباية ميا سخنة تاني وهغطي عليها وهسيبها تكمل السوا بتاعها لان طبعا الطريقة دي بتاعت اللحمة لازم تكون مستوية قوي يعني نسكها كده نلاقيها دايبة هبتدي دلوقتي احطر بقى الخلطة بتاعة سلطة البابا غنوج وهستعمل فيها كباية من الزبادي وهضيف للزبادي معلقة كبيرة من الخل وعصير ونص لامونة علشان اللامون اللي انا بستعمله حجمه صغير وبيكون ناشف يعني اللامون الاخضر غالبا بيكون الميا فيه قليلة فانا عادة ما بستعملش العصارة لاني مش بتنزل ميا كتير فالطريقة دي ان انا بعصرها على المعلقة بتنزل كمية كويسة قوي من اللامون هضيف بعد كده ربع معلقة صغيرة من الكمون ورشة بسيطة من الفلفل الاسود يعني اقل من ربع معلقة وربع معلقة صغيرة من البهارات وهضيف معلقتين كبار من الزيت ومعلقة صغيرة مفرومة من التوم كده هحتاج فلفل رومي فانا مقطع واحدة من الفلفل رومي شريح صغيرة هقلب الاول المكونات كلها مع الزبادي كويس وبعد ما هقلبه هضيف الكمية بتاعة الفلفل الرومي نقدر ان احنا نبدل الفلفل الرومي بفلفل حامي لو بنفضل يعني صلطة بابا غنوك تبقى حامية شوية انا سبت شوية صغيرين كده من الفلفل هزين بيهم الوش واخر حاجة هضيفها التحينة انا بعد ما خلطت المكونات مع بعض حس كده ان انا ناسي حاجة فيعني صعب اوي ان انا انسى اهم حاجة هو التحينة علشان انا بس محضرها قدامي فافتكرت ان انا ما ضفتش الا تحينة خلطت الكمية بتاعة التحينة مع المكونات كويس اوي وبعد كده خلاص جبت البتنجان هو خلاص استوى قلبته على كل جنب وهبتدي دلوقتي ان انا اشيل القشرة اللي بره اللي هي القشرة السودة البتنجان مش بياخد وقت كتير على النار يعني احنا ما نحاولش ان احنا نسيب النار عالية ونسيبه فترة كبيرة هو كم دقيقة بس وبيكون استوى مجرد بس ما القشرة اللي بره نحس ان هي نشفت حاجة بسيطة كده بتكون خلاص استوت انا بشيل القشرة اللي بره بالشكل ده بعد كده هاخد البتنجان تحت المية على طول يعني عادة انا بخسله بعد ما بقشره كل البواقي بتاعة القشرة بتطلع وكمان لو احنا ما بنحب شريحة الدخنة الجامدة اللي بيعملها البتنجان دي هتقل قوي مع المية البتنجانة التانية دي كان فيها جزء كده من البزر فانا ده شيلت علشان كده هي حجمها قل بالشكل ده فلو احنا ما بنفضلش يعني البتنجان يكون في بزر كتير واحنا بنقشر الطبق السودة اللي عليه نقدر ان احنا نشيل الجزء اللي في البزر ههرسها بالشوكة طبعا هي كده مستقوية كويس قوي وبتتهرس معي بكل سهولة وهنزل البتنجانة على طول على الخلطة اللي احنا عملناها وبكده طبق البابا غنوك بقى جاهز مجرد ما هقلبهم مع بعض بقى عندنا احلى صلطة بابا غنوك طعمها جميل جدا والمكونات اللي احنا استخدمناها عملالها يعني طعم هايل زي الطريقة اللي احنا بناكلها في المطاعم بالزبط هرجع بقى للحمة تاني كده خلاص اللحمة استوت مجرد ما بضغط عليها كده بالمعلقة بلاقيها تقسمت على طول يعني مستوية كويس قوي وكده خلاص مش فاضل غير ان انا حط الملح وطبعا ده ما بنحطوش غير لما اللحمة بتكون خلاص استوت خالص لكن الكمية الصوص اللي في الحالة دي انا هستنى عليها دقيقتين تاني علشان تقل شوية لازم المية دي تكون تقيلة مش خفيفة قوي كده فكده خلاص انا سبتها دقيقتين تلاتة المية دي قلت واللحمة بقت بالشكل ده طبعا هنا الاضاءة على الرخامة مختلفة شوية لكن احنا شفنا لون اللحمة في الحالة عامل ازاي الصوص كمان اللي مع اللحمة ده طعمه حلو قوي يعني من اجمل الاصناف اللي انا بعملها باستمرار وخصوصا لما بيكونش عندي وقت وعايزة اعمل غدا سريح فبعمل الطريقة دي طريقة اللحمة المشوحة سهلة قوي من غير اضافات نهائية يعني ما استعملناش ولا بصل ولا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة كل اللي احنا ضفنا نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود وبس وكمان لو نسينا ان احنا نحطها في المرحلة الاولى نقدر نحن نحط الفلفل الاسود في الاخر قبل ما نطف يعني مع الملح على طول اللحمة مستوية جدا زي ما حضراتكم شايفين نقدر كده ناكلها بالعيش جنب البطاطس المحمرة وصلاتة بابا غنوج او اي نوع صلاتة احنا بنفضله ممكن لو بنفضل نعمل جنبها مكرونة محمرة برضو تمشي مع اللحمة بالطريقة دي دي كده صلاتة بابا غنوج انا حطتها في الطبق وحطت عليها الكمية البسيطة اللي كنت ساباها من الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة كمان الطبق الرئيسي جنب اي اكل غدا سريع ما بيخدش وقت خالص نقدر نحضره في دقايق اتمنى نجربه طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا